الدستور هو ذلك العقد بين الحاجم والمحكوم يوضع فيه كل القصص والضوابط الذي يسير عليها المجتمع لكي ينهض على مستقبل أفضل ومشهد ينظر السلطان الخلاس التي تقام عليها الدولة السلطة التمريزية السلطة الشعية والسلطة القضائية ينظر علاقة الحاجم مع المحكومين علاقة المحكوم مع الحاجم ومع الدولة لذلك كانت أهلية هذه النلوة الحوارية ويسعدنا ويصدقنا أن يكون معنا الأستاذ الإعلامي الكبير الأستاذ الشفيع الشربي الذي أفض على عاقته هذا المزبوط الصفار لكي يقوم بالتواطف بين القوى السياسية المختلفة المجتمع لكي نأتي إلى كلمة السواء هذه كلمة السواء تدخل إلى المستقبل الذي يريده كلنا والذي يريده شعب المس لهذا كان أسس التواطف التنموح التواطف الوطني والجبهة الوطنية المتحدة لهذا الطرق ولهذا الهدف أسس وأخذ على عاطقه أن يقوم بهذه المهمة الشارع فذكروا جميعا وذكروا صار العام للفقاطة الغربية وذكروا أستاذ الموارد ولمستقبل إرعان فقاطة الغربية نشكره على قدور المعنى لكي يفاعل معنا في هذا الأمر الخطير وأنهام بكي لنحن مصر أشكره شكرا جزيلا على قدوري في هذا المجال ونقول أعلم أن مصر الآن تكون من خليفين وطبعا نحسن المستاذ الشفيع شمدي من الحاضرات الذين يبقون الخيراء هو القديم وباسم الدار العام للفقاطة الغربية أشكركم جميعا على قدوركم ويعني ويبقى أن يكون الأمر جد وأن نتفاعل مع المستاذ الشفيع في القضية التي يعينه على عاطلك كي تكون انطرحنا في الفترة القادمة لنصب إلى تشكوك طوابطي يا درد لجميع المصريين ولا يحدثوا عن فرقة بينما حيث إنها لا داع الفرقة وطبعا أضغط المجال من المستاذ الشفيع شلبي لكي يقدم ما يراه في هذا المجال ونفحني مع القصورة الوحيائية وقصورة جيدة حتى مصر إلى المتفى من هذا المتدى وزارة الله حيثا على قصة استماعيكم ومع أستاذنا العلامي الكبير أستاذ شفيع شلبي منصف الطوابط الوطني منظرين مصر العربي